موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بكم في برنامجكم عيادة الصحة برنامجكم عيادة الصحة يدل كل أسرة في كل مكان برنامجكم عيادة الصحة بيدوم النخبة من أفضل على طباء المتميزين والمتخصصين بنجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم نهاردة هنتكلم عن الفطر الأسود هي موضوع مع تزامنا مع الموجة الثالثة بأصاب العالم بحالة من الهلع وعشان كده هيكون حوارنا النهاردة مع الدكتورة فجر إبراهيم زهيري أخصائي بنك الدم طبيب بإدارة الطب العلاجي بمدرية الصحة ومحافظة دميات بنرحب بحضرتك معنا دكتورة فجر أهلا بكي الفطر الأسود يعني موضوع كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة كتير من مواقع التواصل الاجتماعي عليها بعض المعلومات كلنا بنحتار هل هي صحة هل هي غلط الفطر الأسود موجود في الخضار احترس من الأسود القاتل كتير من المعلومات اللي خلت الناس دروقتي تخاف من المأكلات اللي موجودة عندنا في البيت فهل البصل الموجود عندنا في المطبخ قنبلة موقوطة هل هو فعلا قاتل فعايزين حقيق النهاردة تحسمينا هذا الجدل ونجاوب على كل الأسئلة المرتبطة بالفطر الأسود وعلاقاته بكورونا وعلاق كورونا ولقاحات كورونا فنبدأ مع حق تعريف الفطر الأسود بسم الله الرحمن الرحيم الفطر الأسود هو الميوكورمايكوزز ده عبارة عن إحنا عندنا الأمراض أصلا أو الانفكشن العدوى بتنتقل عن طريق ثلاثة سورسز أو ثلاث مصادر أو الحاجة البكترية أو الفيرل أو اللي هو البيروسي أو الفنجل يعني يمكن المش منتشر أو اللي هو الفطري عايزين نجاوب بالعربي عشان مشاهدينا في كل مكان احنا بنصلهم بالمعلومة المبسطة والأمر اللي عايزينه في الآخر أن كل واحد يبقى طبيب نفسه إن شاء الله فدكتورة فاجر هتقول لنا كل الموضوعات بأسلوب مبسطة هو الفطري ده طبعا ما بيجيش أبدا ألا البنى آدم عنده نقص مناعة استحال واحد نايم بالليل الصبح يجير للفطر الأسود عشان بس نكون على نور زي ما بيقول عندنا الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان لإنسان ينتقل عن طريق الاستنشاق الهواء هو عفن موجود أو هو بيبقى مقاوم للحرارة موجود في الطربة موجود حوالين ممكن نلاقيه سعد بنلاقي سوريا عفن قصود موجود في الحمامات آه ده فطر أسود ممكن نلاقيه على البصل آه ده فطر أسود ممكن نلاقيه على الخبز مثلا آه ده فطر أسود ولكن لا يصيب الإنسان ما بين عشيط وضحاها لازم يحصل نقص للمناعة يبقى الفطر الأسود الموجود فعلا على الخدروات على الخبز الناسف على الأكل الموجود ومركون فطرة كبيرة ولكن ما مدى خطورة الفطر الأسود ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير ونرجع لحظاتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بنجند لكم التحية مرة تانية من برنامجكم عيادة الصحة وبنتكلم النهاردة عن الفطر الأسود ومعنا دكتورة فاجر الزهيري أخصائي بنك الدم وطبيب بإدارة الطب العلاجي وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن مفهوم الفطر الأسود ودلوقتي هنتكلم مع دكتورة فاجر الزهيري عن خطورة الفطر الأسود وأهلا بحك مرة تانية مدى الخطورة هو لما الإنسان بيصبي مع نقص المناعة بيحصل معدل الوفيات بيحصل من 20% لـ 50% وبيحصل معدل الوفاء في غضون أيام وانص إنه هو أو وقت إنه حصل العدوى به بيبقى الخطورة عليه طب هل الفطر الأسود ده فعلا ما بيخفش إلا بعد اقتلاع العين إحنا بنخاف من إنه ينتشر للدماغ أو ينتشر للمخ دي خطورته هو وانص إنه إحنا شلناه بتبقى معدلات الشفاء عالية جدا يعني لو حبينا نقول متوسط معدل الوفيات للمصابين بالفطر الأسود من 20% لـ 50% يعني اللي يصاب بالفطر الأسود ممكن يتعرض للوفاء بنسبة تصل إلى 50% طيب لو حبينا نقول بقى مين هم أكتر الفئات المعرضة للفطريات بصفة عامة وخاصة عن الفطر الأسود الأشخاص أو المرضى اللي عندهم نقص مناعة ممكن فيه ناس مولودة بأمراض المناعية أمراض نقص المناعة الناس اللي بتتعالج بكورتزونات لمدة طويلة أمراض السرطانات عشان كده هو ارتبط بالكورونا اللي هو الناس اللي بتتعالج بكورتزونات كتير عندنا برضو اللي قلنا أمراض السرطانات يعني عشان كده دايما بنقول إن الفطر الأسود ارتبط بمرضى كورونا أيوه ارتبط مرضى كورونا بسبب العلاج أيوة طيب هل هنا العلاج بالكورتزون بيبقى تدخل خاطئ ولا بيبقى جرعات زي ايه دا اللي بتخلي يعني احنا الطباء بيوصفوا الكورتزون عشان العلاج من كورونا فهل الجرعات العادية اللي بتعرض الانسان العادي للاصابة بالفطر ولا جرعات زي ايه دا ولا الاقلاع عن العلاج بالكورتزون بطريقة خاطئة او سريعة يعني ايه سر ارتباط الكورتزون بوجود الفطر الاسود لما عرفنا ان الكورتزون بيبدأ يهبط المناع لان اصلا الكورونا بتصبب لها عصفة السيتوكاينز اللي هي دي مواد مناعية الجسم يفرزها طبيعي عشان يحافظ على نفسه من الكورونا فلما بتطلع بكمية كبيرة بسبب العدوى بتبدأ انها تدمر الانسجة فالكترة بتضطر انها تدل اللي هي الكورتزون عشان تهبط المناع طيب الدكتور لرؤية كورتزون بتهبط المناع ولا ايوه اه بتهبط المناع ايوه مع ان احنا في الكورونا بني ما محتاجين المناع تعلى لا مع ان عصفة السيتوكاينز دي هي دي المشكلة هي دي اللي بتضمر الانسجة هي دي اللي بتسبب الاعراض اللي بتاعت الكورونا فعشان كده لما الدكتور بيبدأ يشوف امتى يدي الكورتزون في الوقت الصح ومشكلة المريض بتاع الكورونا النهاردة انه هو بيوصف لنفس الكورتزون من اول يوم جرعات عالية جدا جرعات ماسف جدا وبيدل نفسه انت بيوتكس عالية جدا والحقيقة برضو عشان الشيء بالشيء يسكر ومش عارفين ده قرار صح ولا غلط يعني الدكتور اللي بيلاقي المريض في حالة بيكوح بصفة مستمرة وعنده التهب في الرئة وحاسس بنشرف جسم كله وتعبان فالدكتور يعني على طول بيروح كاتب كورتزون عشان يحصل على نتائج سريعة كورتزون عالي لمدة طويلة ما هو ما يعرفش امتى يخفف الجرعة امتى يزود الجرعة امتى نوه يوقفها المريض بيعمل ياخد 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 طول ما هو حاسس باعراض يعني دي مشكلة طبيب ولا مشكلة مريض لا مشكلة مريض ان هو بيدي نفسه بجرعات عالية لا في حالة ان المريض ياخد بالجرعات العالية ايوا ايوا المدة طويلة طب يعني احنا كده قولنا ان الكورتزون له علاقة وطيدة بوجود الفطر الاشوار طيب في بعض التقارير بتقول ان برضو استخدام الزنك الزنك برضو له علاقة بوجود الفطر الاشوار لا هما قالوا في علاقة وطيدة بالفيتامينات بالذات الحديد وفي علاج اسمه الديسفروكسامين ده بتاع الانيميا البحل المتوسط لقوا في علاقة ما بينه وبينه استخدام الفيتامينات المفرط المفرط يعني الناس اللي بتحب تزود المناعة ايوا وتاخد الفيتامينات كل ما اخد فيتامينات كل ما تعالج اكتر اه يعني احنا قولنا ان الكورونا ملهاش علاج محدد وكل البروتوكولات الموجودة هي اجتهدية وبتعتمد على حاجتين على المضادات المسكنات صح وعلى المضادات الحيوية كنوع من يعني المساعد وفي نفس وقت الاساس في الموضوع هو تقوية المناعة وتقوية المناعة بالفيتامينات فطبعا بنوصف للمرضى الفيتامينات الموجودة في الصح بس فيه ناس بتاخدها بشيء مفرط او تلك يقول لها ما تكتر الفيتامينات كل ما تبقى معالج اكتر لا ده نظرين مش صح فيه ناس بيجي لها سور يعني هوس انها بتاخد فيتامينات بشكل رهيب فبتبدأ تزود العلاقة الوضادة بالفطرة برضو اه اه يعني كده بنقول للناس خلي بالكم من الفيتامينات اللي احنا بناخدها عشان تقوية منعاتنا على طول وفيه ناس بتاخدها بصفة مستمرة ايوا وجرعات عالية دي فيه ممتها الخطورة ايوا في ممتها الخطورة عشان بتقلل المناعة ولا في ممتها الخطورة عشان بتخلي بيئة داخل الجسم معرضة للإصابة والفيتريات ايوا 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 تخلي البيئة بتخلي بيئة مناسبة للتعرض للفيتريات طيب لو حبينا نقول الجيوب الأنفية لان احنا بنقول ان بيصاب الجزء من الأنف والعين فهل المصاب بالجيوب الأنفية أكثر عرضة للأصابة بالفطر الأسود؟ لا ليس الأساس الجيوب الأنفية ولكن الأساس نقص المناعة ولما يحصل نقص مناعة يحصل إصابة بالفطر الأسود يحصل جيوب الأنفية وليس العكس مش عشان أنا مريد جيوب الأنفية أصاب بالفطر الأسود لا طيب لو حبينا بقى نقول للناس إمتى تحس أو تعرف أن أنت تصابت بالفطر الأسود وإيه هي أعراضه لازم يكون لازم قلنا الشرط الأساسي نقص المناع يكون مصاحب بنقص منع الأعراض بتاعته بيبقى فيه ممكن حمى اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة ممكن يبقى فيه ألم في الخدود ألم شديد ألم جوة فيه شديد صداع نصف شديد ممكن يبقى فيه اسودات بالمناطق اللي هي الخدود هنا ممكن يكون فيه على حسب لو هو جاي عن طريق الجهاز الغضم ممكن يحصل له سوري إسال ممكن يحصل له ارترابات بالجهاز الغضمي بعد كده منيبدأ ان احنا نخاف ان هو ينتشر للدماغ بعد ما بيحصل انه بينتشر عن طريق الدم بنخاف من انه يوصل للدماغ او عن طريق الاخشار المخطيه ان هو يوصل للدماغ التحذيرات بقى اللي زي ما اتفقنا ان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لو عندك بصلة فيها العفق تخلص منها اوعد دخل في بيتك مش عارف كذا لو عندك عيش ناشف ما تتقربش منه لو تلاجى فيها مع سواد افتحها مش عارف كل فترة فهل ممكن تحصل العدوى عن بعد من فعلا الخضروات او الاشياء او من سلات القمامة او حتى لو لمسناها يعني ازاي بتحصل العدوى العدوى ممكن عن طريق الاستنشاق او عن طريق الاستنشاق بيحصل بيه عن طريق انابيب الاكسوجين الملوسة ممكن يحصل عن طريق اللي ابتلعه ممكن ناكل اه اكل غير نظيف مصاب بالفطر ممكن عن طريق برضو بممكن ان هو الكانيولا للناس اللي بتركبها ممكن اه يحصل عن طريق النقليشن ان هو اختراق الجلد اه ممكن برضو تلات انواع ايه عندنا انواع ممكن يحصل من عدوى الفطر الاسود وناخد اتصال معنا ايه معنا شاهد اهلا بيك يا شاهد ممكن نعلي صوتنا طيب ايه سؤالك يا شاهد لا الصوت مش واضح يا شاهد حاولي توقفي في مكان فيه شبكة كويسة اه اتفضلي بس الشبكة مش حلو خالص اعيدي السؤال كده شاهد طب حاول حاول الاتصال مرة تانية ونقف في مكان افضل عشان نسمع سؤالك اه نيجي مرة تانية بقى لازاي نعمل وقاية من العدوى اي وقاية طبعا عبارة عن وقاية عامة ووقاية خاصة الوقاية العامة لا يستعمل المطاهرات تخلص من القمامة عندنا الوقاية الخاصة نحن نستعمل الكورتزونات بشكل مرشد نستعمل الانتباوتكس والمضادات الحيوى بشكل مرشد ندى لو خرطيم الاكسجين لو حد بيستعمل الاكسجين في البيت تبقى معقمة كويسة ننظفها كويس ممكن باكل قلور تبقى كويسة جدا نتعقم على طول بالقلور هل هي الوقاية العامة وعندنا لو عندنا اي اكل فيه برضو عافل بالضبط نحن نكمل العدوى ممكن تحصل ازاي هاي لو شخص مصابه لسه ما ظهرتش علي الاعراض فهل ده ممكن ينقل العدوى لو شخص ظهرت علي الاعراض في المستشفى من احد الاقارب هل ممكن يحصل منه عدوى هل زي ما حاج بتقولي كده بقى في الوقاية يعني الخضروات اللي فيها اصابة هل ممكن يحصل منها عدوى فهل برضو يعني القاعدة انه لا ينتقل من انسان لانسان هو قلنا ينتقل عن طريق اما بالاكل اما استنشاق اما عن طريق الجلد عشان تفهم طريق العدوى يمش معقول واحد قعد جنبي عنده فطر اسود انه يتنقل منه 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 هل محببت لي من استنشاق فهل ده يعني لو انه عايش لا مش من انسان لا من الطربة مثلا او من الاستنشاق الرزاز الفطر ده اه يعني عشان كده مطلوب ان احنا نلبس الكمامات الى الآن حتى لو احنا اصيبنا بالكورونا قبل كده او خدنا اللقاح ممكن نصاب يعني ممكن نصاب لو حد عنده اجسام مضادة من الكورونا لانه اصيب قبل كده وتعافى او انه خد اللقاح منه فهل ممكن يصاب بالفطر الاسود هو الاساس نقص المنع يعني ممكن مناش علاقة خالص بالكورونا يعني واحد عنده اللي هو سكر او يصاب بالفطر الاسود عادي جدا مالوش دعوه بالكورونا خالص نقص المنع هو الاساس طيب ناخد اتصال من ايا اهلا يا ايا طب نسمع من التلفون ونوطي التلفزيون عليكم السلام معاك ايا لو سمحت اهلا بيك معاك دكتورة فاجر معاك دكتورة فاجر اهلا تفضلي سؤالك ازيك دكتورة اهلا وسعنا تفضلي حضرتك لو سمحت انا حامل بقالي شهر دلوقتي شهر؟ اه اتفضلي اي وقت فضلي وكنت عايزة ااخد اللقاح بتاع كورونا وكده لا ينفع ولا ما ينفعش هو نازل طيب يعني شكرا على اتصالك وتابعينا من خلال الشاشة ودكتورة فاجر هتجاوب عليك ده طبعا آية بتتكلم عن من هم الفئات المحظورة انها تاخد اللقاح كورونا فحك ممكن نفيد آية البروتوكول اللي نازل من وزارة الصحة منبه علينا ان الحامل ممنوع انها تاخد اللقاح ممكن تستشر الطبيب يعني شوف اللقاح المناسب لها ايه او انه عنده فكرة انه هيتبدأ تكمل معاه وانه ما فيش منه موانع وفيش مشكلة بس البروتوكول اللي نازل ايلا الحامل طب يعني نستكمل بقى المعلومة ونقول ايه هي الحالات الممنوعة منها تاخد اللقاح اللي كان مصاب فيه خلال ثلاث شهور بكورونا ودخل المستشفى ده بيبقى عنده مناع ثلاث شهور مش معنى ان هو كان عنده كورونا اول حاليا عنده كورونا واخد اللقاح ان هو هيدره او هينفعه لا انا بستنى ثلاث شهور عشان هو يبقى محصن يبقى هو محصن بقى له ثلاث شهور ولما ياخد اللقاح يفيده تاني ناس اذا هم قلنا اقل من 18 سنة ممنوعين من اللقاح الناس اللي عندهم امراض قلب شديدة الناس اللي عندهم اورام سرطانية شديدة الناس عندهم نقص مناعة شديد جدا قالوا ان الحامل اول مرضع في اول ست شهور برضو دي من موانع طيب لو حبينا نقول حد خد نوع معين هل ينفع ياخد نوع تاني يعني مثلا حد خد استراجينكا هل ياخد اللقاح الصين لما يقضي فترة المناعة بتاعته يعني هو اللقاح بدي مثلا من مدة ثلاث شهور لغاية ست شهور اخلصه عايزت جوء يعني عايزت تاخد حاجة تانية ما فيش مشكلة عادي بس ما تخلص فترة الانتيبوتس او الاجسام الوضع بتاعته اه يعني مثلا اللي خد استراجينكا ممكن ياخد نوع تاني امتا اه عادي بس افضل له ان ياخد جرعة منشطة من نفس النوع من نفس النوع ده اللي هو اصدح لك الجرعة التانية ايوه يعني خدت الجرعة الاولى استراجينكا بعدها بتاعت شهور بناخد لازم بقى ناخد استراجينكا مرة تانية هو بيدرسوا اصلا ان هم يدوا الجرعة التالتة من كل لقاح يعني ان هم جرعتين بيدرسوا ان هم يدوا الجرعة التالتة ويفضل انك تكمل مسيرة الانتيبوتس بتاعته لنفس اللقاح طب هل هل اللقاحات بتتسبب في حدوث اي عدوى؟ لا لا ده كلام غير صحيح بالمرة لا يحدث اي عدوى من اي لقاح بنسمع دلوقتي يا دكتورة وخاصة بعد نجاح الحملة الموسعة للتطعيمات ان كل واحد سجل اسمه على موقع وزارة الصحة بعد ما سجل يبتدي يتابع الناس اللي اخدت التطعيم وانت حسيت بايه وايه الاعراض اللي جات لك ايه الاصار الجانبية فعايزين نفيد الناس ايه الاصار الجانبية اللي بتحصل بعد اخذ اللقاح اولا بنشكر القيادة اصلا على اللقاح وانس ان هو يعني وقتا ما اجدت اللقاحات بدأت الدولة توفرها ده شيء جميل جدا وهتمد الناس بمنعة القاطع ان هو هنبدأ نحمي بعض ونبقى كويسين طيب الوقت السؤال السؤال يعني احنا بنقول هل ايه الاعراض او الاصار الجانبية اللي بعد ممكن هو يحس بحرارة ممكن يحس بمكان الحقن بيبقى حصل الافئة ده اللي هو ارتفاع في درجة الحرارة لا يزيد عن يومين يعني ماكس ما متلق بتصل درجة الحرارة 8-8 عادي وبياخد مخفضات للحرارة بتتخفض لكن لا تزيد هذي الاعراض عن يومين او 48 ساعة ممكن نحمرر مكان الحقن نفسه ممكن رعشة بالجسم ارهاق عام صدع بس ماش اكتر من جدا طيب ناخد اتصال من الاستاذ رامي من البحيرة عرابي اهلا بك استاذ عرابي عليكم السلامة رحمة الله اهلا بحضرتك عندك سؤال عسل النحل ده يرفع المناعة عسل النحل بيقول مناعة عسل النحل عسل النحل بيرفع المناعة اه طيب تمام عندك سؤال تاني شكرا لاتصالك وتابعنا من خلال الشاشة طبعا زي ما الاستاذ عرابي كده احنا بنشكره على اتصال ومتابعاته لينا زي ما بيقول احنا البروتوكول كله بتاع وزارة الصحة بيرتكز على في الجانب الاول او العليا الاولى على الاجراءات الاحترازية والتباعد والنظافة والكمامة والجزء التاني هو المناعة فمن الحاجات اللي بيوصي بها الاطباء البعد عن السكريات السكر مش سواء يعني السكر نفسه لان السكر له اضرار كبيرة على الجسم وبيسبب مشاكل ومخاطر كتيرة وطبعا الاملاح وبيوصوا باننا نستعيد اي بالعسل عسل النحل في اي حاجة احنا فطبعا استاذ غرابي بيسأل علاقة العسل النحل بالمناعة هو دايما من قديم الاجراء احنا عارفين انه هو بيحتوع على اكسام وضده العسل معروف انه هو بيحتوع على اكسام وضده وانس انه هو بياخده الصبح ومن النوع اللي هو بيسموه اللي هو دي ما لصا انت مش عارفة اللي هو ملين او للسدر يعني كويس جدا بيعمل اكسام وضده سطحية للجهاز التنفسي بيغلل في الجهاز التنفسي بيعمل حماية وتغريف الجهاز التنفسي فده طريقة من تعزيز المناع؟ طيب عشان نستفيد من العسل بشكل أكبر هل لو حلنا بمشروبات ساخنة هل في درجة حرارة معينة لو ارتفعت عنها يفقد العسل خواصه اللي بنستفيد منها وهل يعني ناخده بطريقة معينة تكون كمته الغذائية أفضل يعني مثلا ناخده بالطريقة الصلب الليينة بتاعته ولا ممكن ندوبه في مياه ولا ممكن نستخدمه في المأكلات يعني أفضل طريقة اللي تكون القيمة الغذائية اللي ممكن يستفاد بها للجسم ويعلي المناع بتاعته من العسل وهل فعلا التسخين أو درجة الحرارة العالية بتفقده وخواصه هو طبعا الحالة اللي هو عليها ده أفضل حالة لما أخلق بيها من غير حرارة من غير حاجة عشان ما تكسرش الأجسام وضد البواه ولكن احنا بنستعمل الحاجات السخنة والحاجات البخارية في الكورونا لأن احنا بنحب ان احنا نحاول نقتل الجرسين في مجرأ الهواء أو مجرأ الأجسام المغطية فعشان كانوا نستعملوا مع ده بيعزز ده وبتلك هو برضو بيغلف الغشاء المخاطئ فهو ده بقى كويس عشان كده مش لو انت بتعايزه عشان خاطر أجسام مضادة بلاش سخنية لو انت عايزه عشان يغلف الجهاز التنفسي ويبقى مغلفه لأ خليه مع حاجة سخنة ويبقى معه دمون وكلام من ده عشان المكروبوت الموجودة فيه للزور وجهاز التنفسي طيب فيه سؤال فني شوية يمكن يعرفوا المتخصصين في التغذية العلاجية أكتر ولكن يعني ربما لا يا جاب عن حضرتك يعني بس مش عايزين نسكر عليك هل بقى يعني طريقة تغذية النحل بتفرق في منتج جودة والقيمة الغذائية للعسل نفسه يعني الناس كتيرا بتدور على المكان اللي تشتري منه العسل يكون مضموم لأن كتير من مربي النحل بيستخدموا مثلا السكر في تغذيته وهكذا فهل ده بيفرق في الجودة بتاعة العسل نفسه في العلاج والمناعة ده حقيقة سألت صاحب منحج في القصة دي ده حقيقة حاسبة 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 موضوع ده آآآ آآ بتفرق قال لي آآ اللي بتبقى زهرة البرسيم قصب زهرة آآ نورت بقى آآ بتفرق قال لي ملا السكر ده بيطلع سكر ما بيطلعش حاجة وهو يعني مش عايزة أقول بيقلل التكلف على نفسه اللي هو مربي النحل بيقلل التكلف على نفسه أنه ما ميرضاش يسيبه يعمل في الأسهار وكلام من ده لا يبقى نقول للأستاذ عرابي فعلا العسل النحل بيقوّل مناعة ولكن تحرّط دقة في المكان اللي بتشتري منه عسل النحل لأنه مش كله بيبقى حاجة واحدة صح كده طيب وطبعا الأستاذة آية يعني دخلتنا في موضوع مهم وهو مرتبط بالفطر الأسود وهو أسئلة شائعة عند الناس كتيرة خاصة بالكورونا ولقاح الكورونا ولكن احنا كنا عايزين نقفل برضو الموضوع بتاع الفطر الأسود وهو طرق العلاج إزاي بقى اللي يظهر عنده وحاجة بتقولي أن نجبة الوفيات منه من 20% لـ 50% وأن أحيانا التدخل فيه بيطلع بمشكلة كبيرة وخاصة في ممطقة العين والأنف إيه طرق العلاج المناسبة اللي يعني تخلينا نتعافى بسرعة قبل ما يحصل مضاعفات عواقبها وخيم طبعا طرق العلاج ده تبعا لازم تكون داخل المستشفى ما ينفعش حد يعمده فطرة أسود يتعالج في البيت طبعا عندنا لو مضادات الفطرية بده استعمل من 4 ل 6 أسابيع ده بتستعمل تحت إشراف الطبيب داخل المستشفى طبعا عندنا ده التدخل اللي هو الميديكر الداخل اللي هو الدوائي تدخل الجراحي لما بيبقى الأماكن أصيبت وحصل فيها شبه غير غرينا ده لازم يحصل لها استقصال ويتخذ منها عينة ونشوف الوضع وصل لفين عشان ما ينتشر عن طريق الأغشار مختال الدماغ أو للمخ لكن بنسمع الدكتورة حاجة صعبة شوية إن علاج الفطر الأسود غالي حقا غالية وفي ناس مش لقياها فهل ده يعني حقيقي وطبيعي ولا فيه علاج غير مكلف وفي متناول الجميع لا عليش هو العلاج يبقى غالي فعلا يعني كده نقول إن المواطن العادي صعب عليه إنه يتحمل يبقى داخل المستشفى لازم يصاب أو يشك بالأعراض اللي حق قلتها يتوقع فورا لمستشفى عزل وأعتقد وزارة الصحة ابتدت دلوقتي تعمل مستشفى عزل لمصاب الفطر الأسود هو موجود الفطر الأسود يا جماعة هو بتعالج أصلا بصرف النظر كان كورونا أو لا يعني كده كده كان موجود أيوة أيو موجود بقولك صاحب المرضى السكر موجود عندهم اللي بحصل له باتر ساعات غالبا ما بيكون أصلا فطر أسود ببقى غرغانين عن طريق فطر الأسود بيظهر في أجزاء معينة من الجسم يعني الفطر الأسود ده بيظهر في أي جزء من الجسم ولا هو بمنطقة الأنف والعين فقط هو أنواع وعلى حسن ما بينتشر عن طريق الدم يعني وبينتشر ويتشعب في منطقة معينة بيبدأ إنه يستطر عليه ويبدأ إنه يدمر طيب لو حبينا نقول بقى تشخيصه ببقى زين تشخيصه اللي هو طبعا عن طريق الأعراض طبعا أولا ثانيا ممكن نعمل اللي هو سيتيليا أشاع المقطعية لما يكون عن طريق جيوب الأنفية ممكن تشخيصه عن طريق منها ناخد جزء معينة من النسيج ونبدأ نحللها ونعمل مزرعة للفطر يعني دي كلها التشخيص والمين المتخصص الطبي المتخصص اللي بيتمكن من التشخيص السليم للفطر الأسود يعني أي تخصصات البطنة هل الأنف والأجن يعني أي التخصصات اللي يعني بيدرك إن ده الفطر الأسود وممكن يوجه نحو العلاج الصحيح هو لما بنيجي نشخصه أصلا طبيب الجراحة اللي بيعمل استقصال يعني منه عين ده طبيب مختص لما يوصل لدرجة إنه هو يعمل غرغانينة من الطريق نوصل لدكتور الجراحة من الأول خالص طبيب البطنة مثلا إنه هو بيبقى شايف الأعراض حواليه أو أعراض فيه بتاع الكورونا ووصل لكذا كذا كذا لا ده طبيب البطنة طبيب الصدر لازم هيكون عنده خلفية لأنه بدأ يرتبط معاه بعد علاج الكورتزون وكذا بدأ يرتبط معاه بالفطر الأسود فده طبيب الصدر هيبدأ برضو يعرف إن أعرضه إيه طيب نرجع تاني بقى للوقاحات ومع يعني بدء انحصار العدوى وكثير من الأطباء الميدانيين في المستشفيات المختلفة في المحافظات حتى على يعني تعليقات تعالى حساباتهم الشخصية على الفيسبوك وده النبض الحقيقي للشارع إن ابتدت فعلا العدوى التقل والمشكلات الخاصة بيها والناس حتى اللي في الحجز ابتدوا يتعافوا وده مؤشر يعني الحمد لله كويس وطيب وهو طبعا بفضل الله أولا ما أخيرا ثم بفضل الإدارة الحكيمة لإدارة الأزمات داخل الدولة من ضمنها طبعا لجنة الأزمات المركزية بالإضافة إلى نشاط الحكومة على كافة المستويات وخاصة من وزارة الصحة ودعم فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحاملة 100 مليون صحة ومنها توفير اللقاحات بالمجان وبالسهولة الجميلة وبالتنظيم الجميل لكل المواطنين وكل الفيات يعني الوقت كل المدارس بتطعام الجماعات كلها بتطعام المؤسسات وفي كل مكان بالوقت بتاخد اللقاح بسرعة وده ابتدى يظهر أثره والنتائجه الإجابية بسرعة إن ابتدت فعلا الانحصار العدوى والمرض والتعافي بتاع الناس فعايزين بردو ندي لسادة المواطنين فكرة على أنواع اللقاحات الموجودة حاليا في اللقاحات طبعا المطبق حاليا اللي هو الأسترازينكا البريطاني اللي هو جرعة حقا عضلي في الكتف بيبقى جرعتين واحد وبعد كده بعد ثلاث شهور بيبقى الجرعة التانية في اللقاح التاني هو السينوفارم اللي هو الصيني بيبقى فيه جرعتين برضو واحد وبعد كده واحد وعشرين يوم وبعد كده ناخد الجرعة التانية وفي اللقاح فايزر في اللقاح جونسون أند جونسون بس المتوفر حاليا نقول اللي الناس بتاخده اللي هو الأسترازينكا البريطاني اللي هو جرعة وبعد كده ثلاث شهور وبعد كده الجرعة التانية طيب جميل أو ندي برضو معلومة رسالة المواطنين لأن أحيانا في بعض المناطق مع ضغط الناس في التواجد في الأماكن أخذ اللقاح ممكن يحصل يعني عدم دقة في مع الندالة المفروض بيحصل في كل الأماكن في حد من الفريق الموجود بمتخصص بياخد استبيان وبيستجوب أو يعني بياخد معلومات من الشخص اللي هياخد اللقاح عشان يشوفه من الناس اللي فيه إطار موانع التطعيم اللي ما ياخدش التطعيم ولا لأ ولكن يعني فلنفرض أن ده ما حصلش مع حد من الموجودين فهل بيحتاج الشخص اللي هيقبل على أخذ اللقاح أنه يعمل مسحة قبل ما ياخد اللقاح وهل لو هو عنده كورونا وفي فترة لسه ما زالت فيها الأعراض واخد اللقاح فهل لها أعراض أو مضاعفات معينة لا المريض أو المطلقي اللقاح لا يحتاج إلى مسحة قبل اللقاح خالص يعني ممكن يكون عنده العدوى ما ظهرتش فلو خاد اللقاح هو عنده العدوى مثلا يعني احنا بنقول دايما أنه خلال خمسة أيام بيحصل العراض بممكن تظهر عليه طب هو في اليوم التاني ولسه ما ظهرتش عراضه وريح ياخد اللقاح واخد اللقاح بالفعل فهل كده اللقاح هيبقى مفعول وساري وهل فعلا هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب نتيجة ولا هيجيب أثر عكسي على الشخص نفسه هو لن يفيده ولن يضره يعني هو هيبقى ياخده كده ولكده هو هياخد الكورونا هو كده ولكده أخد اللقاح هيبقى مدته 3 شهور فهو لو أخد اللقاح وسط الكورونا هو لن يضره ولكن لن ينفعه بالقدر الكافي فانت لو شاكك أصبر شوية على نفسك لو انت شاكك ان انت كورونا سأوقف في حرارة أو ضئي بالتنفس أصبر على نفسك شوية خمس تيام شوف الحرارات استمر شوف ضئي التنفس هاستمر ولا لا عشان تستفيد باللقاح أنا أنا كل همي أو كل هدفي ان انت تستفيد باللقاح هو لن يضر ولن ينفعه إلى حد ما لو أخده ومش مهم ياخد ما يعمل مسحة قبل الله لا 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 خلص ليست بالضرورة طيب لو حبينا نقول بقى ان فيه أثار جانبية زيما حاك بتقولي كده لللقاح ودي موجودة في الاسترازينكا عن السينوفارم طيب هل بقى يعني بيظهر أعراض ممكن نعرف منها ان دي ما لهاش دعوا باللقاح اه لو فيه ضئي بالتنفس لو فيه حرارة استمرت أكتر من ثلاثة أيام لو فيه عنده رشح لو فيه فقدان لحسة التزوق أو الشم ده ملاش علاقة باللقاح خلص ده ممكن تكون كورونا أصلا اه يعني الشخص اللي خد اللقاح ايوا وظهرت عليه اختفاء لحسة الشم وتزوق ايوا وظهرت عليه أعراض ايتين حرارة أكتر من ثلاثة أيام بعد طلق اللقاح أكتر من ثلاثة أيام بس ما يعني يعني من دقاحات لسه قيلة اتفاع درجة الحرارة من الأسار الجانبية اليومين بس اليومين بس ما عودش قاعد صبر على نفسي مثلا عند غيرت لمدة خمس أيام عندي حرارة لا مش من اللقاح خلص لا تستمر لمدة خمس أيام يعني ما بتختلفش من شخص الآخر لا 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 تستمر حرارة اللقاح أكتر من ثلاثة واربعين ساعة أكتر من ثلاثة واربعين ساعة زادت عن كده آه أشك طيب إحنا قلنا أن في الأسرة الجانبية بناخد جرعتين آه جرعة وبعد ثلاث شهور جرعة تانية طيب خدت الجرعة الأولى وبعد ثلاث شهور نسيت أخد الجرعة تانية لا لا تقلق ابدأ أن أنت أصلا تتواصل مع مركز اللقاح برضو بيزبط لك الدنيا وبتبدأ أن أنت أتأخدها في المعادة التانية ما فيش مشكلة منتاش مضطر أنك تتعيد الكرعة الأولى علشان خاطر تبدأ أن أنت أتمشي في البرتوكول التاني لا ونس إن أنت فتكرت هتلقى هتزبط مع مركز اللقاح بتاعك وهتأخدها في وقتها آه في بعض الناس يا دكتورة يعني بيبقى عندها الوعي إنها بصفة مستمرة بتاخد التطعيمات المختلفة اللي بتعمل حماية للجسم وخاصة قبل دخول المواسم المختلفة وخاصة الحاجات الموسمية فلو حد أخذ اللقاح أو المواصل بتاع الأنفلونزا فهل في خطورة إنه ياخد اللقاح أو المصل بتاع الكورونا لا يفضل إن أنا أخذ مصل الإنفلونزا مع الكورونا في ناس عندها اعتقاد إن أنا ممكن لو دمجت اللقاحين مع بعض إن ده هيعزز من الدفاع بتاعي أو المناعة بتاعتي لا أنا لازم أصبر 14 يوم بعد ما أخذت مصل الإنفلونزا عشان أبدأ أخذ المصل التاني يعني كده اللقاح ده مهم إن أنا أكون عارف أيوة ودي من الموانع يعني دي ممكن ندخلها من الموانع طيب وإحنا في الفترة الحالية مع الحصار الإنشاء الله ده موجة إن شاء الله في تحزيلات من إن ده في موجة لسه ربعة جاية وفي جين متحور فهل اللقاحات الحالية تتماشى أو تحمي الجسم من أي جيء يعني فيروس متحور تاني لأن فيه طبعا إحنا بنتكلم عن عندنا تقريبا أكتر من متحور دلوقتي أربعة وفيه يعني بعض التقارير الطبية بتقول وصلت لسابعة ومنها دلوقتي التخوف من المتحور الهندي وبعض الناس على المواقع المختلفة بتقول إن اللقاحات الموجودة حاليا مش فعالة لأن المتحورات الموجودة لا تتوافق مع الأجسام المضادة اللي بتعملها اللقاحات الحالية فهل فعلا اللقاحات الحالية هتخلي الأجسام المضادة تحمي الجسم من يعني عدوة جديدة من متحور مختلفة؟ هي هتخفض مستوى أو خطورة الأعراض هتخفضها قص على ذلك الإنفلوانزة زمان لما كانت بتموت فجأة بقت راحة الموجودة بتاعتها بدأنا نعمل لها اللقاحات بدأت إن هي تتخفض مع إن الإنفلوانزة بتاعت زمان غير النهاردة بتتحور فدلوقتي لا قص على الإنفلوانزة قص عليها برضو الكورون آه هتخفض كتير من الأعراض هتخفض كتير ولكن لن تعالجي المتحور الجديد ولكن هتخفض من الأعراض وتخفض من معدل الوفيات لو عايزين ناخد فكرة فقط عن ماذا يحدث الآن في تطوير اللقاحات يعني إيه اللقاحات الموجودة على مستوى العينة ومراكز بحوش بتعمل إيه دلوقتي وإيه المتوقع أن نعمله خلال الفترة الجاية أو يظهر لنا خلال الفترة الجاية من خلال الأبحاث أو مراكز البحوش اللي موجودة والمنتشرة عن مشاريع العينة هو فيه خبر جديد اللي هو فيه دوئ اسمه ستوروفي ماب دي أمريكا بتحاول الأيام دي تعمله ده مبني على الأجسام المضادة للكورونا سبيسيفيجاً أو يعني خاصة للكورونا نفسها ده تطور كتير إن هو يبقى العلاج أنتبيرل يعني مخصص للكورونا فقط ده من أحدث الحاجات اللي حصلت إنه هو يبقى فيه علاج مخصص للكورونا وبدأت إن هي هتبدأ تنزله يعني إن شاء الله قريب ممكن ترقيه وده يغني عن بها البروتقول اللي إحنا بناخده آه يعني يبقى أنتبيرل مخصوص وتم اختبره أكليميكياً بدئين بقى الاستر يعني هو يعني قريب العاجل هتقيم نازل في الأسوأ القريب العاجل وهل سعره هيبقى في المتناول ده يعني على حسب ما هم يحدده على حسب ما هم يحدده ولكن يعني إحنا في انتظار كل جديد طيب هل دلوقتي بيتم مثلا تصنيع لقاحات في مصر يعني إحنا دلوقتي في طفرة صناعية وفي مدينة دواء وكان قريبا كانت مزارة الصحة خادت المادة الخام أو استورادت المادة الخام من الصين فهل حاليا مصر قادرة على تصنيع اللقاح الخاص بكورونا في داخل مدينة الدواء هو إن شاء الله نأمل نأمل أن تصنع هذه اللقاحات في مصر نأمل أنها تصنع هنا لكنها لا تصنع هنا طيب يعني حاليا بقى عايزين حاجة تبدينا نصيحة في ظل الظروف الحالية وفي ظل الوضع الحالي لأبنائنا الطلاب المقبلين على الامتحانات وطبعا هيبقى فيه توتر من التجمعات وفيه إجراءات احترازية المفروض تتعامل عايز حاجة بقى توجه لهم يعني خلاص هتبدأ من الأشبوع الجاي امتحانات مختلفة في الشهادات المختلفة الإعدادية والجامعات فعيشان حاجة تدينا روشيتة كده أو كابسولة نقدر من خلالها أولادنا يحموا نفسهم من الإصابة بأي عدوى سواء بقى الفطر الأسود سواء الكورونا وهكذا طبعا طلبنا ربنا يوفقهم يا رب جميعا نتمنى لهم التوفيق طيب أولا بيبقى مع الطالب الكحول بتاعه سانيا الكمامة بتاعته يفضل الكمامتين فيش مشكلة معاه ويكون معاه يغير بدي الكمامة لو الكمامة دي اتبلت أو ممنوع رش الكحولة عليها تتغير كل ست ساعات لو حاسس إن دي أوفر كرويت أو فيه إزدحام شديد تتغير كل ست ساعات وتترمى إدنى بالكحولة على طول بعد تلامس أي سطح يفضل المدرس طبعا المياه والكلور تبقى على المقاعد الطويلة سوى الحمامات وكلامين ده المدرسة برضو تقوم بدورها المدرسة اللي وقف يبدأ ينبه على الطالب يبني ابتعد ابتعد مسافة متر عن الطالب الثاني ما فيش داعي للزحام يبقى فيه الطوابير برضو تباعد لبس الكمامات لو يعادر ينوي لبس جوانتيات يبقى قطر خيره بس يعني ده طيب برضو حاجة توجيه رسالة لابناءنا الطلاب لان فيه غيبية منهم يعني طبعا بيبقى يوم ممكن طويل شوية ممكن ناس ما منزلتش خدت الفطر بتاعها بيشتروا بقى العصائر والحلويات الباتيهات المحفوظة او بيضطروا ان هم يشتروا اكل تكوي فهكدين نصيحة بقى يعني ليهم عشان يحفظوا عنفسهم ومخاطر الاكل من الشرح خلال هذه الفترة لا داعي يا طالب ويا طالبة لا داعي للأكل من الشارع ليه 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 ما تاخد الساندوتش بتاعك من البيت يعني خطورة داية خطورة داية اوه ممكن ينقل برضو ينقل عدوى ومشاكل تانية كتير بس مشكرونها اوه غيرت سمم الغذائي اللي بحصل في الصيف غيرت سمم الغذائي اللي بتحصل في الصيف للطلاب ومنها كمان الفطر الاسود اوه الفطر الاسود والحاجات دي او طيب يعني الحقيقة بطورة وصلنا لحياة نهاية حلقتنا وبنشك حيك على المعلومات القيمة والثمينة حوالين موضوع الفطر الاسود وكمان اللقاحات ونستخلص من حالة النهاردة ان المناعة مهمة جدا ولكن السادة المشاهدين المناعة ليست في الدواء ولا حتى في الفيتامينات المصنعة ولكن المناعة في الغذاء الصحي السليم واي ادوية او خاصة بتقوية المناعة او الفيتامينات استخدامها من غير اشراف طبي له اثار كبيرة جدا عكسية على المناعة على عكس ما احنا عارفين بنشهركم على حسن المتابعة ونلقاكم غدا في حلقة جديدة من عيادة الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة